معنا عبر الهاتف الأستاذ عبدالله إبراهيم عبدالله نائب رئيس حزب السلام العادل مرحب بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك أستاذ عبدالله هل وصلتكم دعوة اليونيتامس التي وجهت لعدد من الأحزاب لا لا لم تصل دعوة حتى الآن نحن سمعنا هو حديث أو كان المبعوث الأممي فولكر حول الحوار السوداني لم تصل حتى الآن دعوة ما هو موقفكم عموما من هذه المبادرة فولكر نحن في ممبر السلام العادل نأكد على موقفنا الرافض لإستقدام البعثة الأممية جاءت بعد خطاب حمدوب كالنبي أرسله للمؤمن المتحدة ومطالف به ببعثة أممية حينها رأينا واضحا أن هذا الأمر ينغس من السيادة الوطنية للسودان ولكن مع الحوار الوطني ومع الحوار الجامعة والسودان السوداني هذه حملة إشارات خطابة هي يعني هو تحدث عن أصحاب المطلح الغريفين هذه الكلمة حمالة أوجه وبالتالي نحن مع الحوار السوداني السوداني الخالص عشان لكل الشعب السوداني دود استثناء لأحد طيب فيما لو تمت دعوتكم لهذا الحوار بشكل رسمي رغم رفضكم للبعثة واستقدامها هل يمكن أن نجدكم على نفس الطاولة اليوني تامس نعم هذه هي أصبحت سياسة أمر واقع وهي الأصبحت الآن في السودان وهي من زمن بعيدة شروط بين مجلس الوزراء وهي موجودة يعني حتى فاقم الأرض في السودان ووصل للأفق ولكن نحن نعمل إيمانا صاطعا في ممبر السلام العادل بعملية الثوار وهل حلت مشاكل السودان عبر الثوار وإحكار يضي لمصالحة وطنية شاملة حينما نتحدث عن مصالحة وطنية لا يعني بأي حال من الحوال هي إفلاة أحد من العقاب من ثبت عرض الجرم يحاكم ومن لم يزب عليه الجرم أو من وقع عليه ضرر ولم يزبت من أوقع عليه الضرر يجب أن يجبر الضرره فنحن نؤمن إيمانا قاطعا بعملية الثوار وعملية لكن الثوار يجب أن يكون ثوار سودانية صالحة يكون دور الأمم المستحدة البيئة الأممية هو التيفير والتسهيل وضمانة هذا الثوار وضحكك أستاذ عبدالله إبراهيم عبدالله نائب رئيس حزب بن برسلام العالي شكرا لك على هذه المداخلة